مجدد لكم التحية ومن شمال سيناء نبدأ حيث زيارة مصافة مدبولي رئيس الوزراء المصري هناك الى شمال سيناء اليوم طبعا زيارة مفاجأة لم يعلن عنها من قبل وفي الحية احنا حضرتكو ما بنعرفش لهذا النظام وهذا السيستم اي داتة يعني ما نعرفش نعرف كويس اوي ان احنا قادرين تكنولوجيا او تقنيا لو ان هناك فيه سيستم لأي جهاز كمبيوتر يستطيع التعامل معه تنزله ويندوز تعمل معه انما النظام ده مش عارفينه ماشي ازاي الهم للزيارة النهاردة كان هدفها كما هو واضح يعني نتفقد شمال سيناء شمال سيناء التي للأسف الشديد تم تهجير اهالي رفح والشيخ زويد وايضا خمسة كيلو متر ويزيد من مطار العريش والدنيا تعارفين طبعا حضراتكو والارهاب لا يزال يمرح هناك على مدار عشر سنوات هناك في شمال سيناء مصطفى مدبولي اليوم لهم مجموعة من تصرحات الكتيرة واحنا مضطرين ان نتعامل معها بمنتال جدية لا بمنتال استهتار والاستخفاف وان كان مصطفى مدبولي هو الاخر نعلم انه موظف بدرجة رئيس وزراء انه معلم النهاردة كلام مهم جدا او هو يقدر انه قدر نقول انه هو وضح لنا النظام في دماغه ايه الفترة الجاية مترصد ايه للشعب المصري حبيفكر يعمل ايه في الشعب المصري حنشوف حضراتكو اولى يعني تصريحات مصطفى مدبولي اللي نتكلم فيها عن المنطقة اللي احنا كلنا عارفين رفح اللي تم اخلاق كل سكانها بل تفجير هناك مساجد وتفجير مباني هناك رفح اللي تم تشريد اهلها اليوم بفاجينا انه حينش فيها عشر الاف واحدة سكنية في واحدة من المتناقضات اللي اهل السينة اللي هم اعلم بشعبها يدركوا تماما ان هذه الامور امور يعني لا نستطيع ان نتخيلها بعلنة يعني يتهجر شعب وتشرد الاهالي من بيوتها ثم تبني مساكن لمن نشوف ماذا قال منصف مدبودي نحابب بس اقول للمواطن المصري عشان يعرف يعني عظمة التضحية اللي تمت عشان احنا نبقى موجودين النهاردة في هذه الزيارة ونبقى واقفين وفي منتقى الامان وبنتحرك في الطرق والميادين ان هناك الاف من الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة والمدنيين اللي ضحوا بحياتهم على كل متر من الامطار اللي احنا كنا بنتحرك عليها النهاردة في طريقنا علشان نبقى احنا النهاردة موجودين وحركة التنمية اللي احنا بنشهدها النهاردة واللي بدأت واللي اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشمال سينة وتنمية سينة كلها تبقى بتحصل على الارض ممكن احنا بداية النهاردة الجولة كانت في مدينة رفح الجديدة واللي هي التنشأ يعني بديل لمدينة رفح القديمة اللي كانت موجودة النهاردة المدينة رفح الجديدة مع اكتمال انشاءها هيبقى فيها اكتر من عشر تلاف وحدة سكنية بالاضافة الى ربعمائة بيت بدوي وكل الخدمات اللي المفروض تبقى موجودة في اي مدينة حديثة ان شاء الله تبقى موجودة طبعا انا المفروض ومطلوب مني كاعلامي مصري ان انا اقولك انه ده حدث عظيم وانه ساد رئيس الوزراء مع مجموعة الساد الوزراء للمرة التانية بيقلعوا كرفتات وبينزلوا يعني في الشوارع والحواري ولكن يستوجب علي ضمير المهني ان انا اقول لحضرتك انه رئيس الوزراء بيزور واحدة من اهم نقاط الصراع في تاريخ مصر الحديث مع الارهاب لاول مرة رسلا من اخر خمس ست سنين والراجل اللي وقف بيتكلم ده المفروض انه من الطبيعي انه بيعمل زيارات ميدانية طوال الوقت وفي كل ارجاء البلاد والمفروض انه السيد الوزير مع الحجاج اللي معاه دول الحج خميس والحج جمعة والحج اسماعيل طبعا انت لما خد بالك هما ايه يعني البارد برضو عامل عميله في الشباب او في الوزراء يعني شباب الوزراء طبعا زي ما انتوا شايفين كده على اساس انه ما فيه ستين في المائة من مجتمع المصري ما هماش من اقل من 35 سنة فانت جايب الحجاج دول كلهم وامطلعهم ريحنا طبعا في المدرعات في حالة انغلاق كامل في حالة حظر تجول في حالة ان الناس ما بتعرفش تستخدم موبايلاتها علشان الرجل ده يطلع يحسسك ان هناك انجاز ما سيحدث في حاجة اسمها رفح الجديدة انا رهنك انه ما فيش بدوي في شمال سينة ولا جنوب سينة يعرف مكانها فين والسيد رئيس الوزراء ده اللي هو اصلا مبينه ومبين الفصل او مبينه ومبين التغيير اقرب من المسافة مبيني ومبين الكاميرا اللي حداك شايفني من خلالها دي الرجل الطيب الغلبان ده اللي بيقعد ياخد الطلبات بتاعت رئيس الجمهورية وشوف ايه المطلوبه يعمله هذا الرجل قرر انه يعني يقول لنا كلمتين في المستقبل بس للأسف الشديد للأسف الشديد تذكر الفكرة الرئيسية بتاعت عائرهم الشعب ده يحتاج مننا كحكومة انهما يعيرونا فعائرهم فمش عدها بقى كده وخلاص لا ده دخل وحكى على حاجات تخص حياتنا سواء في سيناء او في الوادي او في الصحراء او ايا كنت مواطنا مصريا بداويا كنت ولا من سيوى ولا صعيدي ولا بحراوي بس قبل ما اروح اخد منه بقية التصريحات المتعلقة بحياتنا والحكومة دي بتدفع لنا ايه لغاية دلوقتي وهم متوقعين احنا وفروض مشكرهم على كده يعني خلوني اخد حضراتكم لهذا المواطن السناوي اللي عنده مطلب بسيط تعالوا نسمع اننا ارضنا سبناها وجدنا هنا متهجريا لنا عشر سنوات واحنا في اشد الكبر نناشد بالسيد الرئيس والسادة المسعولين الرجوع للارض ليس لنا لا تعويض ولا عمود ولا كهرباء ولا مية بس نعاود للارض نسكن فيه الارض اللي وعدتونا به نحارب داعش ونطلع من الجحورة طلعناها طلعناها من الجحورة ونعاود ليه وفالاخر مفيش رجوع انا اليوم رحت المطالة لقيتهم قفلين علينا ممنوع اخش ممنوع اخش وهي مطهج انا ما فيها الحاجة نهائي من هي خلاص احنا بالناشد الرئيس والسادة المسعولين انعاودة ارضنا اهلنا متشردين ومتغلدين والطنيات والدني والداني والاطفال والاطفال تشردوا ما في تعليم سبعين فالمية من اهل رفح سبعين فالمية من اهل رفح والشيخ زويد ما عندهم تعليم راح كل تعليمهم كلهم سأراح وضحية لهذا حرب داعش واليوم داعش طهر وطلعناها مجهورة وخلص وفالاخر ومية بالمية وفالاخر خذنا خذوك وحنا عارفين راس نمريدينها عايشين في شبورة ما حنا عايش فينا اليمين ولا السمين اعطونا قرار واضح يا رجوع يا ماذا رجوع واهمونا وانتو بخلي انسينا فاضل اعتقد ان هذا الرجل السيناوي رد بما لا يدعى مجال الشك واجهد كل ما قاله مصطفى بتقول الان بشكل الاستقرار والامن والامان والبديل والشرطة القوات المسلحة اللي احنا بنعمله الاهل السين قادة رفح الراجل بقولك سبعين ثمانين في المية من اهلها تم متشردهم ومش هارفين نرجع تاني ليها النهاردة نسمعت كده مصطفى بتقول بيقول احنا بنعمل وطن بديل لرفح القديمة طب الرفح القديمة فين احنا عارفين كويس اوي ان احنا وعدنا اولاد العمومة ان احنا امن المواطن الاسرائيلي من امن المواطن الاسرائيلي فين رفح القديمة ويني رفح جديدة من حد بس يقول لنا فهمنا يعني على كل احنا قدام مصيبة اخرى قدام كرسة اخرى دولار النهاردة حضرتك خلاص لما كسر حجز 30 كنا متضرين وصفى بتقول النهاردة اقول لنا ايه هي سيناريوهات الخروج من الازمة مصر تواجه شبح الافلاس وشبح انهيار اقتصادي واضح جدا امام الجميع والدنيا ولعت والاسعار ولعت موصفى متبولي ما قالش لان النهاردة بعد شوية ما قالش ماخرين شوية كده نزمكم باللي قالوا النهاردة حوالين التلاعب كده بالتصراحات والنية المبيتة اللي رفع اسعار الكهرباء مرة اخرى واسعار السلع واسعار الغاز الفترة والبنزين الفترة الجاية انه ما دلوقتي المطلوب هؤلاء مش عايزين نتكلموا اتكلموا انتو حضرتكو ابعتونا في الدهات ايه رضوتكم وتعليقاتكم الان على الارتفاع الجنون الاسعار حالة الغلاء الموجودة الان الرقم قدام حضرتكو ابعتو الواد سئب اللي انتو عايزينه قولوا اذا كان رئيس الحكومة النهاردة ومن يترقص رئيس الحكومة عملوا نفسهم النهاردة يعني ودن منطين ودن منطين ومش عايزين يقولونا ولا يكلمونا اتكلموا انتو حضرتكو انتم الشعب انتم الشارع المصري الصوت الحر انتو الكابشين النار هنرجع لي السيد رئيس الوزراء وبيكلمنا عن ميناء العريش اللي طبعا هجر هجر ايضا مئات الالاف من اهل العريش المستقرين هناك بدعوة تطوير ميناء العريش والحقيقة بيقولك ان احنا وسعناه وضعيتنا المساحة 11 مرة السؤال الطبيعي من الساعتك تقولنا هو استعاب ميناء العريش كانت دقيه وليه وسعته 11 مرة يعني هل كان ميناء ميناء تجاري وميناء ما شاء الله شغال وكانت الميناء لا يستقبل ولا يستطيع استعاب النقل التجاري فانت دخلت وسعته 11 مرة ولا هي برضو اهضار اموال في غير مكانها نسمع كلام السيد رئيس الوزراء على انهم وسعوا ميناء العريش 11 مرة وللأسف ايضا حجروا الالاف من اهالي العريش اللي قاعدين بقالهم عشرات السنوات امني فما كانهم مقابل هذه الفكرة وهذا الحلم اللي منرفش له اي يمبرر صناعي او تجاري او استسماري وتفقدنا ميناء العريش هذا الميناء الحقيقة كان مجرد ميناء صغير جدا ده تتجاوز مساحته 50 فدان فخامت رئيس عبدالفتاح السيسي في اطار رؤية شاملة لتنمية سيناء تم التوجيه ان هذا الميناء يبقى ميناء دولي على اعلى مستوى الضفل 540 فدان يعني اكتر من 11 داع في المساحة القديمة وبتتعمل عليه النهاردة ارصفة حتتجاوز الاتنين ونص كيلو اطوال انتهى بالفعل منهم حوالي نصف هذه الاطوال بكل الخدمات اللي هتتعمل فيهم هذا الميناء كان فقط كل اللي كان بيستخدم فيه هو فقط للصيد وتصدير الملح النهاردة احنا بنتكلم ان هذا الميناء حيكون وجهة بحرية مهمة جدا لتصدير كل المنتجات والصناعات الكبيرة اللي بقت بتتعمل النهاردة في شمال سيناء انا مش عارف هو وضع الممارضين عن نيابة ولا ايه في الوقفة السودة دي ليه كده حاول ولا قوت يا جماعة ده شغلات الوزير فبسط وضعت مهزئة قوي يعني انتهى بس بدقوا في وقفة غريبة جدا ممكن يا السودة ديهات رجعلينا بس يعني بعيدة عن الصوت بس نرجع بالكاميرا كده في شاب بيكون فيهم لابس جاكت جلد كده غريبا ده في المباحث او حاجة ايه ده فيه ايه خير ايه كفالله الشر الشباب دوله مقبوض عليهم في قضية ايه ولا حاجة واقع يكون تحرش ايه الناس دي يا جماعة ووزير الدمش وده وزير التعليم اللي هو دكتور في نفس الوقت ولابس ديري بسط الساعة ورده مش فاهمك والله العظيم حاجات تغم بصراحة يبقى ما شاء تغم تغمك ليه لان انت طبعا انا وانت وكغم فاهمين ان كل الكلام ده في البخلاليطة اصلا مفيش مقضوع ولما بيحدثك عن ميناء العريش اللي كان من خمسة فدان لخمسمائة فدان فانت تؤمن على طول انه في حاجة غلط ليه 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 في حاجة غلط وانت تشك معايا وشك معاك ونجيب شكك بالكهرباء كمان لان دي نفس الحكومة دي نفس الحكومة اللي بتتكلم على نن مش في الخفاء على نن على انها بتفكر تأجر مواني مصر تأجر مواني مصر واتدخل مستثمرين خليجيين وشرق اوسطين في الحالة السينوية بقى في الموضوع مين بقى مين اللي هيبقى مهتم يروح يأجر ميناء خمسمائة فدان في العريش وعشان يخدم مين لما الراجل السينوي الشيخ العظيم اللي كان بيتكلم ده طيب الله ثراه قال كلام كثير جدا بس قالك يعني معلومتين تلاتة مهمين منها ان عيالنا بقى لها سنين ما بتتعلمش وانه 70-80% من سكان الشيخ زويد ورفح السابقين طبعا مش كل الناس اللهجة البدا ويعني مش كل الناس عرفاها بس انا الحمد لله يعني ليا فيها شوي ف70-80% من الأجالة الجديدة مش متعلم لانه متهجر ما علنوش لمدرسة ولا بيت ولا بتاع وقالك احنا حربنا وخرجنا حرب ما هو مسميها حرب داعش على فكر بالمناسبة يعني وقالك احنا خرجنا داعش من جحوره وهذا فعل رجال القبائل قبل ما يبقى فعل اي مؤسسة امنية تانية في مصر لكن اخر جملة بيقولها ودي جملة مفتحية في الحقيقة بيقولك سين انتو مفضينها المين اه انا هو انا يا عم حربت داعش معاك وانا يا سيدي عايز ارجع ارضي وبيتي وانا جيل وورا جيل طبعا دا رجل شيخ يعني هتلاقي عنده اولاد والاولاد عندهم احفاد والاحفاد يمكن حتى منهم يكون ناس بتادي تتجاوز وتجيب احفاد الاحفاد لما شيخ مسن زي دا يقولك انت انفض سينة المين ما انا اللي بحارب معاك هذا يعبر عن القبائل التي تحارب مع قواتنا المسلحة فلما انت بتاخد قصارهم تطلعهم من سينة وفي نفس الوقت تقول انا بوسع المينة من نفس الحكومة اللي بتقول انا باقجر المواني ما انا معايش عملة صعبة في نفس الوقتي بتقول ده انا هعمل في نفس الحتة اللي انا مكسرها بايدي 10 تلاف منزل و 400 بيت بدوي معارفش ليه 400 بيت بدوي صراحة يعني يعني ليه مش ١٠٠٠ بيت بدوي ليه ١٠٠٠ منزل و 400 بيت بدوي يعني البيت البدوي ده المفروض ليه الطريقة وشكل هندسي حتى وحوش وبتاع ليه طريقة يعني فانت ليه مكتر في المباني الادوار والسنوية ما بيعشوش في مباني الادوار الا يعني اللي في الحضر بص الفيديو اللي مش مفهوم بالوقفة اللي مش مفهومة بالتصريحات اللي مش مفهومة بالمعلومات اللي مش مفهومة كلها على بعض تؤكد ليك انه فيش حاجة خالص بس هو مطلوب نزهر النهاردة ناخد اللقطة مع بعضينا وواضح ان السادة الوزراء ملحقوش يلبسوا يعني لم الوزراء كده فيه مكرباص ببعت لم الوزراء واطلع بينا على سينا نقول كلمتين لاخواتنا واهلين طيب اذا حضرتكو برضو ده مش مفهوم حتى الان يعني كمية المليارات اللي هتنفق على ميناء العريش اللي كان خمسين فدان بقى خمس ومئة فدان وهجرت كل اهل العريش جول مش موروف سعادتك لين انحرق الارقام اللي احنا عارفينها ان ميناء العريش يا جماعة بالمناسبة ده ميناء كان ميناء صيد الاول وده كان ميناء تجاري وكل اللي بيقوم بيه هو تصدير المعادن او الثروة المعدنية اللي هي الخاصة يعني بسناء الخيمات اللي بتطلع من سناء التعدني خيمات بسيطة تعالى عندك حضرك الرصيفين الرصيف الاول طوله مئتين اربعة واربعين متر والتاني مئة اتنين وعشرين متر وعندك ساحة تخزين ألفين متر مغطاة وواحدة تانية غير مغطاة ساحة تخزين ثمانية وعشرين ألف متر ده كان الواقع طيب هل فيه هل انت ساعدتك هل فيه نشاط تجاري فجئنا ان البلد ما شاء الله بيجي للسيناء وبيطلع من سيناء يعني اطنان من التجارة اطلاقا مفيش حاجة زادت ولا كان هناك اصلا اي نوع من انواع العجز في مناء عريش طب ليه تهجر الاهالي وابلاها الجارت اهالي رفح وابلاها الجارت اهالي الشيخ زويد الا اذا كان هو التصريح الشهير من اجل امن المواطن الاسرائيلي نشوف ساعتك النهاردة الاهالي اللي بيشتكوا واللي باكوا قدامنا وطبعا حضراتكم التقديم معنا وشايفهم انا في الشارع المصري لما هالي سيناء دخلوا معنا كمان من على التليفون وكلمونا على هجم بيوتهم تشريد بيوتهم ومبانب تهدم في محيط بناء العريش والاهالي بيصرخوا يعني ساعتك النهاردة ونازق ملكية الاهالي شيء يعني كان محزن شيء محزن ويعني واحنا برضو بنتكلم مع بعض على مناء العريش اللي هما النهاردة يحطوا فيه مليارات الجنيهات بدون اي داعي برضو هفكرك باهم حاجة بالخبز بالمام بالاكل بالشرب ابعت لنا الفيديوهات قول لنا ايرك في الغلاء والاسعار الحالية هكمل معاك بقى على الحتة دي تصراحات مصطفى متبولي النهاردة اللي بدأ يلمح فيها الى ان حيبقى فيه رفع الدعم عن الخبز وعن البنزين وعن الكهرباء ده الاهم في اللي قاله النهاردة الاخطر عشان اعرفك ان الناس دي عايشين في عالم تاني خالص تا في الفترة دي اي شعب بيمر بازمة اقصادية على طول بتدخل الدولة تعمل حاجة اسمها تأمين اجتماعي وغطاء مباشر عشان تحفظ وتسطر فيه الناس من انها تفضح وتكشف في الاكل في الشرب بتاعها ده النهاردة بتلوح انك هترفع الدعم عن البنزين وعن الخبز وعن الكهرباء يعني معنى كده انت برضو هتكوي المواطن الفترة الجاية نسمع ونشوف ماذا قال مدبودي مستمرة في دعم السلع الاساسية للمواطن المصري باقصى قدرة ممكن ان احنا نتحملها وانا بقولها النهاردة ان اللي احنا بنتحمله كدولة حجم يفوق حتى القدرات اللي تقدر ان حكومات دول متقدمة وغنية انها تقدمها المواطنية فبقينا النهاردة ما حصلش اي زيادة لسعر رغيف الخبز النهاردة مع تحريك سعر العملة في اليومين اللي فاتوا بقت تكلفة رغيف الخبز علينا كدولة تسعين ارش يعني في عشرة ساخ زيادة زادت هل احنا زودنا سعر رغيف الخبز على المواطن ماتين خمسة وسبعين مليون رغيف يوميا لما نجي نضربها على تلتمية خمسة وستين يوم هنلاقي نفسنا بنتكلم في مئة مليار رغيف المئة مليار دول العشرة ساخ فقط اللي زادت اليومين اللي فاتوا معناها على طول عشرة مليار جنيه عشرة مليار جنيه احنا لا حملناها على المواطن ولا اي حاجة الدولة طبعا رئيس الوزراء اللي بيتكلم ده ده راجل عامل يعني ماضي بايده كده اتفاقيات عامل حاجة اسمها برج ايكوني في العاصمة الادارية الجديدة تمنوا بس مبنى واحد مبنى واحد بس تمنوا تلاتة مليار دولار والاسئلة يعني كل المواطنين المصريين حتى اللي بيحبوا النظام نفسهم مفهموا البرج ده اعمل بي ايه غير نهما نوينه نط من فوقه ان شاء الله في يوم الايام يعني لكن الراجل ده اللي اعبي حسبك طبعا هو بيعمل مغلطة حسابية كده لطيفة قوي كأنه الرغيف سعره قفز لوحده هو مين اللي بيعمل تعويم له العملة مالحكومة بتعمل تعويم العملة ليه عشان سياساتها الاقصادية زلطين فهو بيحسبلك العشرة ساغ البريزة دي وبيضربها لك في الميت مليار رغيف طبعا ميت مليار رغيف ده رقم كبير جدا يعني محتاجين ننقشه جامد بقى مع بعض لانه هو كده حطت ان كل مواطن مصري موجود عشرة رغيفة ما انت تضرب الميت مليون في عشرة يطلعلك ميت مليار وده غير صحيح بالمر يعني ما فيه غير صحيح بالمر واكاد ان انا اطلب منه اوراق رسمية تثبت هذا الكلام هل هل في مصر احنا الحكومة بتدعم لنا ميت مليار رغيف في الشهر يا جماعة يعني في السنة يا جماعة شوية رحمة بقى في الكلام ومعليش لما انت بتدعم الميت مليار دول هم كلهم على بعض كم دولار سبعة وخمسين مليون دولار هو حجم دعم الخبز في مصر مش عايز اعا وكلش هفكركم بالطيارة بس انت جاي بطيارة واحدة لشخص واحد بيطير فيها هو وصحابه وزملائه وشوية الشباب الزهرين دول شوية الوزر الزهرين دول كلهم مخطفين غالبا ها بيطيروا بس بعشرة اضعاف بعشرة اضعاف تمن حجم استخدام او حجم الخبز في مصر حجم دعم الخبز في مصر يعني بطيارة واحدة نقعد عشر سنين ناكل العيش ببلاش كلنا مبسوطين انا بحسبها لك على الدولار اصلا انا هو بيحسبها لك على الجنيه قال يعني ايه صايع محاسبة وبتاع لا يا سيدي خلينا نرجع للدولار هو في النهاية 100 مليار بريزة عشرة جنيه انت حجم الدعم الدائم للغيف الخبز ويمكن المشتقاط الغذائية كلها لا يزيب اي حلم الاحوال بستين مليون دولار كل سنة فانت تقريبا ما بتعملش حاجة انت بتحكي بس هل هذا الحكي الهدف منه انك تحسس طبعا انسوا يا جماعة الخير انسوا النصب بتاع ده في دول كبيرة ما بتعملش كده يا جماعة ذكرنا ونذكر وسنذكر ده في دول بتبعت شكات لمواطنيها ده ترامب بعت 600 دولار في 1200 دولار جي الرئيس الامريكي الجديد ده بعت 1200 دولار تحت اسم قزم الكورونا بس شكات وصل فيها للشعب المصري الكم مصري اللي عايشين سواء متجنسين بالجنسية الامريكية او مقيمين وصلوهم شكات بالدولار برضو يعني الراجل ما جاش قالك انا هدي المواطنين بس اسيب المقيم اده كله ليه؟ لانه عنده حزب اقتصادية للموضوع بتاع الدعم ده كمان مش هدفه الرئيسي انه هيحطها البانا كل ما يتزنق يقول انا بدفعلكم لا يا حبيب انت ادفع لماش حاجة في الحقيقة انت بتاخد من موارد هذا البلد وتحط في صناديق سوداء كلها اسئلة فساد وكلها اسئلة انت ليه بتعمل كده اصلا وليه بتدور البلد بهذه الطريقة اصلا بعدين ترجع تقولينا بقى اكلكم وعيش ببلاش لا شكرا سيبوا انتو الحكم والناس هتعرف تاكل عيش ببلاش بنفس المبالغ على فكر بالمناسبة سعر الامح في العالم كله قال لكن انت الوزير بتاعك بيقولك انه سعر الامح عنده في مصر زاد سعر طبعا حضراتكو لما انا اجي كرئيس وزارة بالمناسبة يجب ان تتوقف نغمة المن على هذا الشعب بالمناسبة يعني ده نوع من الاهانة يجب ان اتوقف دي اموال المصريين واموال الشعب ده امرغيف الخبز سنويا الدولة بتدفع 51 مليار جنيه بالمناسبة يعني لو احنا قلنا مثلا مليار ونص دولار ايه يعني ايه سنويا يعني ساعاتك مليار ونص دولار يعني النهاردة ساعاتك انت جيت فيه مثلا اعملت قطر واحد قطر سريع العاصمة الادارية ما قيمته 365 مليار جنيه نفس القصة ده انت لو قفت القطر ده هتقعد يعني تواصل دعم مرغيف الخبز والمصريين يخضوه بخمس قروش لمدة 12 سنة جايه قطر واحد بس اوقف هذا القطر السريع للعاصمة الادارية فيدي الصحراء ودخل فلوسه في دعم رغيف الخبز ده الكلام ده لو انت معندكش اصلا خالص ميزانية وحيفضل المصريين ياكلوا عيش بخمس قروش 12 سنة جايه ببند واحد فبلاش كل شوية نطلع نقول للناس والله احنا بندعم رغيف الخبز اصوى لنا بخمسين بستين بسبعين تمانين تسعين قرش طب وقعني ومن حق المصريين انهم يتمتعوا في دعم السلح الاساسية بفلوسهم هذه اموال المصريين وما انتم الا خدم عليها انتم موظفين عند الشعب مش كل شوية يطلع وزير زي الوزير التموين بمتهى السفالة يقولك انت متأنعر على ايه وانت بتاخد زيت التموين ده احنا مدعمينها مش عارب بكم جنيه ايه ده ايه السباب والهان المصريين ده لما يطلع النهاردة برضو مصفا متبولي مرة اخرى ياملنا على المصريين ان احنا بندعم رغيف الخبز وكل ما يدعموه في السنة بواحد وخمسين جنيه حاجة تفه جدا قياسا على مشاريعهم الاستهلاكية اللي هم ما رموه النهاردة شعبة المخابس بتتكلم على التفاصيل رغيف الخبز الحر لان الدقيق وصل لواحد وعشرين الف طن يعني انت السبب رئيسي في ما يحدث الان السلع اللي انهاردة اللي بتزيد العيش السياحي نار وايضا وصل السلاك القسر تلاتين جنيه يوميا من العيش السياحي احنا شوفنا حضرتك في مجلس النواب بعد النواب حضط لي رغيف العيش في كاف ايده كده اهو النائب عبد النائب النام امام والنائب التاني اللي جنبيه ده رغيف الخبز اللي انت بيتمنى على المصرين ده ما يجيش لقمة واحدة ده لو عايز زغير يعني حيلفه في لقمة واحدة ويقولك ما كانتش حاجة ده النهاردة طلق مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية وموقفوا وراه فرقة حصاب الله استادى الوزراء وقفين كما لو كان عرض طبور لأحد الجناه في قطية جنائية وبيكلمك النهاردة ان احنا يعني بالنسبة للغيف الخبز وبالنسبة لدعم الكهرباء ودعم البنزين وكأنهم بيأمنوا على المصرين لأسف هذه النغمة يجب ان تتوقف فورا الشعب عز واكرم من ده نحن هو موسيقى